هو مشهد كثيرا ما يتكرر هنا بدوار ابن عد ولاية غالما يصنعه جزائريون يأتون من كل ربوع الوطن لزيارة البيت العائلي للرئيس الراحل هواري بومدين الذين يزورون هذا المكان إنما يزورون مسقط رأس الرئيس كغرفتين مورا ممتين هنا ولد الرئيس الراحل وعاشت عائلته جبت معا معيات من بجايا توقور تورقلا مستغانم في العطلة هذه المدرسة وجينا المكان هذا اللي رأيكم تشوفوا به تعلق بيه أنا نحبه بزعاف نحبه بزعاف بومدين نحبه ياسر هاشاكفو نجي نجي بالرحالات اللي هنا ونجي نشوف اهتمام كبير يبديه المحبون لشخصية زعيم بومدين عند زيارتهم هذا المكان الذي لا يزال في انتظار التفاتة حقيقية من المسؤولين بسبب طبيعة الارضية الانزلاقية التي يتواجد بها منزل الزعيم من راحل واري بومدين قد حدث هناك تشققات وانهيار جزئي للجدار المحيط بمنزل الزعيم من راحل واري بومدين سلطات المحلية تحت اشراف السيدة والي وليد غالما وكذلك باشراك مختلف القطاعات المختصة يقوموا باعداد دراسة تقنية لتهيئة منزل الزعيم الراحل واري بومدين وفي انتظار ان تتجسد التهيئة يبقى المكان الوجهة الاولى لاغلب زوار غالما باختلاف اعمارهم يمثل لهم الزعيم بومدين شخصية وطنية ملهمة على مر العصور ترجمة نانسي قنقر